نهاردة بتتفرج على المباراة حسيت بأي لحظة من اللحظات المنتخب المغربي ممكن يستقبل هدف أو حس المنتخب المغربي ممكن يسقط بدنياً أو حتى فنان في لازل المواجهة تتكلم في منتخب اسباني هو أصلاً هدفه الأول مع أي خصم إنه هفضل رهك فيك بتاميرات كثيرة وستحوز على الكرة لحد ما في اللحظة المناسبة شوفها كوية هسجل فيك حسيت بدا النهاردة بتتفرج على المباراة في كل المواطشات اللي أنا شفتها للمغرب بالذات مواطش بلجيكا لأنني شفتها من الملعب ما حسيتش إنه أصلاً فيه فريق خطير على المغرب خالص من كرواتيا لبلجيكا يمكن كندا شكلت بعض الخطورة ولكن يعني كانت أصلاً المغرب مأمينة نفسها بهدفين وبالشكل اللي هم مأمينين نفسهم حتى الجن اللي دخل في المغرب أونجول يعني هدف عكسي يعني داخل فيهم كده في مواطشة أسبانيا حتى النهاردة أنا حاس إنه إيه ماشي قاعد دور الكورة قاعد ماشي الكورة هتها يمين وهتشمير بعدين بيعمل حركة ذكية جداً 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 هو بيخلي حكيم زياش هو بيخلي حكيمي ومزراوي يضموا شوية لجوه وبينزل حكيم زياش وبينزل سوفيان بوفال ينزلوا ويقفلوا كمان معهم فكإني بلعب بستة وراء والثلاثة اللي في نص المغربة اليوم عاملين سطارة والثلاثة كان نور عين النهارة والمرعب بالنسبة لي سوفيان رابط مرعب لعيب مرعب بأداء مرعب الراجل اللي عارف أنت لزي ما بيقوله الراجل اللي واحد في نص المغربة بيقدر أنا كفيل بنص المغرب لو سيبوني أنا كفيل بالمنطقة دي فالراجل حتى بيحمي بينزل كمان يسقط لو أخدت بالك في اللقطة اللي تصاب فيها رومان سايس نزل سقط لعب بقى مدافع في اللقطة دي حصل أم إيه انزل لقى هلعب مدافع أنا هلعب في كل المكان في الملعب أنا مش هسيب مكان مش هلعب فيه بيتحرك خلي بالك أنت بتلعب النهاردة سوفيان مرابط بيلعب على مين بيلعب على بيدري بيلعب على جابي بيلعب على اثنين من أحسن لعيبة نص الملعب حالياً في العالم النهاردة سوفيان مرابط بقى مرتبط بأنداج بير الناس بقى بتقولك هوا مين ده مين الراجل اللي بيلعب في فورنتينا ده إحنا إزاي ما كناش شايفينه كمان التقفيل الدفاع بتاع حكيمي حكيمي النهاردة مش متهور مش اللي هو لا أنا هاطلع أجري وأخد الكورة وأجري وانطلق واسيب ظهري وراي وأنا مش أخبالي لا أنا مأمن دفاعي الأول أنا عارف أنا هقفل إزاي نفس الكلام مزراوي بتشوف كمان البدايل إحنا اللي بينزلوا زال اللي بيطلعوا أنت ما بتحسش إن فيه مشكلة شفت أجار النهاردة أو اتصاب خرج آه طبعا مؤثر جدا وحطت إيدك على قلبك بس في نفس الوقت اللي نازل مكانه نازل وبيسد فكلهم شغالين بمنظومة هو ده النظام والمنظومة لما بتبقى شغالة بتقدر تقول إن إيه آه هم ماشيين صح الفرقة دي ماشي صح شوف خلي بالك هو غير عمل تغييرات في البطولة على مدار البطولة غير في نص الملعب وفيه لعيبة بدأ يستبعدها ويحط لعيبة تانية مكانها على مدار البطولة كله بيقدي بنفس الكفاءة فأنت بتوصل في الآخر في النهاية إن أنا والنهاردة أنا عايز إيه أصلا من المتش هو أنا كمغرب عايز إيه من المتش أولا ما يخش فيها جون صح ده أول نقطة عرفت أجيب جون والله تماما كان بها معرفتش أجيب جون هحاول أطول معاك المتش الأبعد وقت ممكن لأنه هو ده الترجب بتاعي روحنا ضربات جزاء خلاص ولتكم بقى ضربات الجزاء ونشوف عشان هو أنت لو كانت المتخب الأسباني سجل مبكرة في المتخب المغريبي وده اللي كنا متخوفين منه كلنا متخوفين منه المتخب الأسباني يعرف يعمل تحولات عظيمة جدا يتحرك بالكرة بشكل عظيم جدا فإن لو سبت مناطقك وراء خلاص إنت مش هتشيل هدف طبعا طبعا وده غلط على فكرة عملها المتخب الأسباني منتخب الأسباني عمل غلطة في إيه؟ وهي دي اللي كسبت المغرب إنه هو بقى دايما ممتلك الكرة هو ما جاش في وقت حتى يسيب الكرة للمغرب عشان يعمل التحولات على المنتخب المغريبي لا بالعكس هو دايما ضاغط والمغرب أنا واقف واقف أنا مش هتحرك أنا أقفل دفاعي تمام وحافظ أنا بلعب إزاي فأنا تمام أنا مش هتحرك أنا في مواطقي